يعني في الواقع بيان تنسيقية المقاومة هو واضح جدا هو اقترن عملية استهداف القوات الأمريكية إذا ما قامت القوات الأمريكية باستهداف العراق بمعنى استهداف مواقع الحجد الشعبي أو مواقع الفصائل في داخل العراق ثانيا إذا ما قامت القوات الأمريكية باستخدام الأجواء العراقية في توجيه ضربة إلى إيران وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر مقترن بهذين الشرطين هذا يدلنا على أن هناك ربما يكون التعليق لعمليات المقاومة في الوقت الحاضر بشأن استهداف القواعد الأمريكية في هذه المرحلة بالانتظار ما ستسفر عليه المواجهات أو الضربة الموعودة من قبل الجمهورية الإسلامية يعني كل المجيشارات تشير إلى أن إيران تقترب شيئا فشيئا نحو قيامها بردة الفعل على استهداف إسماعيل هنية في محاولة تقومها لاستعادة الردع المفقود لأن هناك اختراقات كثيرة قامت بها إسرائيل في المرات السابقة باتجاه إيران وبالتالي شكلت عملية استهداف إسماعيل هنية ليس انتهاك الاستيادة الإيرانية وإنما أيضا للأمن القوم الإيراني وفي نفس الوقت إلى مكانة إيران وسمعتها في المنطقة وبالتالي نعتقد أن الضربة التي ستقوم هي لن توجه إلى المصالح الأمريكية على أقل التقدير في بداياتها إلا إذا ما تطورت الأمور إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتوسعت حرب إلى نطاب حرب شاملة وأعتقد أن أيضا فصائل المقاومة في العراق ربما ستنخرط في عملية المواجهة بالنسبة للكيان الصيون لكن أستبعد أن في هذه المرحلة على أقل التقدير أن تكون فصائل المقاومة جزءا من عمليات الرد على الأهداف أو المصالح الأمريكية لأن الضربة الأساسية التي ستوجهها إيران هي إلى إسرائيل إلا إذا ما حدث هناك تطورت وأصبح هناك رد الأمريكي متوسع نطاق الحرب إلى حرب إقليمية عند ذلك يمكن الحديث أن تنخرط هذه الفصائل في ضرب المصالح الأمريكية سواء في الداخل العراقي أو في داخل سوريا أو حتى في المنطقة وبالتالي أعتقد أيضا أن استيداف السفارة الأمريكية أعتقد أنه أبعد أمر مستبعدا لكي لا تعطل هذه الفصائل نقطة أو تسجل عليها ملاحظة بشأن استيداف مواقع لسفارات دول إجنبية في العراق نعم مواقع لسفارات دول إجنبية في العراقل